اشتركوا في القناة والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية وعلى الهواء مباشرة جولة الشوطة الثالث فيها الكثير من المتابعات والأخبار الرياضية نبدأها من أهم العناوي اتحاد الكرة العراقية تلقى منحة مالية من مجلس الوزراء تقدر بملياري دينار لتغطية زور حكام الدوري وإطفاء جميع الديون المترتبة على الاتحاد نادي الوكر القطري يرسل كتباً رسمية لاتحاد الكرة العراقي يؤكد سلامة المناصب التي شغلها الكابتن عبدان درجال كمديراً فنياً وإدارياً ومستشاراً للنادي بعد قرار حرمانه من العمل المحلي لثلاث سنوات وقضية تهميش دول الإعلام الرياضي من قبل بعض إدارات الأندية التي أجرت انتخاباتها في غرف مظلمة بعيدة عن أعين الإعلام نناقشها اليوم مع الزميل الإعلامي عبد الكريم ياسر إلى تفاصيل حلقة هذا اليوم ونبدأ من المنحة المالية التي تلقاها اتحاد الكرة العراقي من مجلس الوزراء تقدر بملياري دينار عراقي ستكون جزء منها مخصصة لتغطية تكاليف مصاريف حكام الدوري العراقي والمبالغ المتبقية ستكون لإطفاء المبالغ المتراكمة على اتحاد الكرة العراقي بيان لاتحاد الكرة تلقى الشوط الثالث نسخة منه أكد فيه أنه تلقى منحة مالية بملياري دينار من مجلس الوزراء لتغطية أجور الحكام وإطفاء الديون المترتبة على الاتحاد وتم إداع مبلغ مليار دينار عراقي في حساب الاتحاد لدى اللجنة الأولمبية من أصل مبلغ إجمالي يقدر بملياري دينار مبيناً أن ذلك جاء إثر الاجتماع الذي عقده الاتحاد برئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الفترة الماضية وأضاف أن المبلغ سيتم تخسيصه وحسب تصريحات اتحادية لتغطية أجور الحكام البالغة خمسمية وثلاثين مليون دينار عراقي فضلاً عن تزديد ديون الاتحاد المرتبطة بشركة المرجال للسفر والسياحة وشركة جاكو للتجهيزات الرياضية ناهيك عن الديون الخاصة بسكن عدد من أعضاء الاتحاد والوفود الكروية وأشار المصدر للشوط الثالث أن مبلغ الملياري غير مرتبط بالمنحة المالية لاستقطاب مدرب أجنبي أكيد أزمة الحكام عندما تحل ربما سيتنفس السعداء لأنه كنا قلقين على موضوع الدوري اللي وصل إلى مشارف الختام واللي رح نتحدث عن نتائجه وقرب فريق الزوراء بحصوله على اللقب الحقيقة هذه المبالغ اللي تم استلامها من قبل الاتحاد ستحل الكثير الكثير من المشاكل المالية لكن علينا أن نتصرف بهذه المبالغ المتبقية وفق تخطيط سليم ونهج حتى على الأقل نقدر نجني ثمار الأموال اللي إحنا دا نقدر نستحصلها في أزمة مالية وضرفا صعب لأنه الكل يعرف أن الاتحاد أمامه مهام كثيرة عندنا الأولمبي عندنا الوطني منتخب الشباب الناشئين الصالات أمور كثيرة يحتاجها الاتحاد ويحتاج مبالغ أيضا المدرب المحترف المدرب الأوروبي الأجنبي اللي وعدنا الاتحاد الكرب التعاقد معه رح يكون قريبا أيضا معنا في العراق بإذن الله لنتملل فيه النجاح والإبداع لمنتخبنا الوطني كذلك للأولمبي أيضا المشاهدين الكرام فريق الزوراء حقق فوزا في غاية الأهمية على فريق أمانة بغداد في الدور 37 من منافسات دوري الكرة العراقية وبالتالي اقترب كثيرا بل ولامس درع الدوري بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب بطولة الدوري هدف النوارس جاء عن طريق المحترف السوري حسين لجويد من ضربة جزافة دقيقة 53 وأصبح للزوراء بحاجة لنقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخه ولحساب الجولة ذاتها اكتسحت جوية ضيفه الحسين بخماسية نظيفة ليؤكد بتشبثه ببصيص أمل لتمسكه بوصافة الترتيب في باقي المباريات تغلب النفط على مضيفه نفط الوسط بثلاثة أهداف نظيفة وبذات النتيجة تغلب نفط ميسان على الميناء فيما خيم التعادل السلبي مباراة فريقي الكهرباء والحدود ونجح الديوانية من اقتناص نقطة ثمينة بعدما حول تأخره بهدفين أمام مضيفه البحري إلى تعادل بهدفين لمثله واستطاع زاخه من التغلب على كربلاء بهدفين دون رد واللي شهدت انسحاب كربلاء من المباراة أثناء الشوط الثاني فريق الزوراء أصبح رصيدة سبعة وثمانين نقطة مبتعداً بست نقاط عن ملاحقه القوة الجوية اللي يمتلك واحد وثمانين بينما المركز الثالث يتنافس علي صاحب المركز الرابع النفط والشرطة اللي يحاول أن يحصل على المركز التالث مبروك لفريق الزوراء اللي أصبح قاب قوسينا وأدنا من الحصول على لقب بطولة الدوري للمرة الرابعة عشرة في تأريخه مبروك لجمهور النوارس لإدارة الزوراء للكابتن فلاحسن للقدير أيوب أديشو إلى اللاعبين نبارك هذه الجهود موسم صعب جداً أنتم الآن على بعد أقل من خطوة للحصول على لقب الدوري رسمياً حيث طالبت إدارة الزوراء اتحاد الكرة أن تكون مباراة الأخيرة أمام نفط ميسان في ملعب الشعب لأن هذه المباراة رح يتم بها تتويج وبالتالي ننتظر رد اتحاد الكرة حول هذا الموضوع أيضاً مشاهدين الأحبة إدارة نادي الوكرة القطري والكابتن عدنان درجال أرسل كتباً رسمية إلى اتحاد الكرة رداً على العقوبات التي أصدرت بحق النجم الدولي السابق عدنان درجال بعد مخالفته ضوابط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة نادي الوكرة أكد في هذه الكتب التي سنفرد بعرضها لحضاراتكم بأن عدنان درجال فعلاً شغل منصب المدير الفني والمستشار في الكرة قبل أن أذهب إلى عدنان درجال الحقيقة أذهب إلى تصريحات اتحاد الكرة لأننا عبرنا تصريحات اتحاد الكرة وأذهب إلى عدنان درجال اتحاد الكرة عن لسان فالح موسى وعن لسان كريم فرحان أكدوا وكشفوا عن البرنامج الاعدادي لمنتخبنا العراق الأولمبي اللي رح يمثلنا في منافسات كرة القدم ببطولة دولة الألعاب الآسيوية جاك كارتا في عدنوسيان وتابع ما تفضل به لعدسة الشلطة الثالثة يعني هذا موضوع ما تقدر تجزم به بصراحة لأنه انت تعاملوا فق وثائق رسمية واللاعبين اليوم اللي يتواجزين في المنتخب الأولمبي بالتأكيد أنه سبقاً مثلهم منتخبات للأشبال والناشئين والشباب بالتالي لا وصلوا إلى هذه المرحلة يعني انت في كل البطولات اللي شاركوا بيها ما يصار عليهم في المؤشر من قبل سواء كان اللجنة المنظمة أو أي شخص آخر ممكن أنه يكون يعني عنده شك في هذه الأعمال وبالرغم من هذا يعني الاتحاد من خلال وسائل الإعلام يعني صرح بأكثر من المناسبة بأنه يتعامل مع المعلومة بشكل دقيق وحسب مصادرها الرسمية وأي واحد عنده ممكن أنه معلومات عن أي لاعب من اللاعبين ممكن أنه هذا يعني يكون مخالف للتعليمات ممكن أنه يكون يعني خارج هذا المنتخب اليوم المشكلة الأساسي أعتقد بالمنتخب الأولمبي اليوم هناك تعليمات ضمن البطولة الأسيوية تسمح للاعبين المنتخبين موارد 95 أساساً يشتركون إضافة إلى ثلاث لاعبين خارج التولد لذلك اليوم هناك اعتراض مثلاً أنه ليش هناك لاعبين سبقاً مثلوا المنتخبات الوطنية من فترة طويلة اليوم متواجدين عدنا استعداد ومعاشكر تدريبي في أيربيل يتخلى لمباراتين ودي أمام منتخب الإيراني يوم 25 و28 سبعة بعدها نذهب إلى البطولة فيما يخص الإجراءات الإدارية الأخرى خاصة تأشيرة السفارة الأندنسية صراحة أكون هناك طلبات عديدة يعني من المستمسكات الأربعة التي هي إضافة إلى أنه يبقى الجوازية من السفارة حسب ما بلغون أسبوع إلى عشرة عيام وأصور هذه الإجراءات للفرق الرياضية شوية صعبة خاصة المستمسكات الأربعة لللاعبين نتمنى تكون هناك تسهيلات أكثر لأن هذه الفرق الرياضية يعني الجواز هو الأساس يعني معظم الدول اللي يروح لها في البطولات فقط جواز السفار ونبعث نسخة جوازات تجينا التأشيرات مباشرة هنا لا لازم احنا الراجع في بغداد كل الموفقية المنتخبنا الأولمبي في منافسات دورة الأععاب الآسيوية نذكركم بإذن الله تعالى بأننا سنكون طريق عمل الشوط الثالث داخل منافسات المعترك الآسيوية ورح نقوم ببث حلقات يومية من قلب الحدث بإذن الله نتمنى لكم وبعثتنا الموفقية والنجاح أرجع إلى موضوع الوكرة القطري اللي تحدثت قبل قليل واللي أرسلت إدارة نادي الوكرة القطري كتبا رسمية إلى اتحاد الكرة العراقي اللي توضح من خلالها صحة المناصب والمهام اللي شغلها النجم الدولي السابق عدنان درجال في إدارة نادي الوكرة سوى أن كان مديرا فنيا أو مستشارا في الفترة المثبتة في هذه الكتب نادي الوكرة أرسل هذه الكتب اللي أكد في صحة المناصب اللي شغلها كمدير فني وإداري ومستشار فني في النادي القطري لجنة انتخابات اتحاد الكرة شككت بصحة الأوراق اللي جاء بها درجال من نادي الوكرة القطري فيما مضى وبينت بأنها غير قانونية وعلى أساس الأدلة اللي قدمتها لجنة الانتخابات أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحرمان درجال من العمل الإداري لثلاث سنوات وبالتالي قدم درجال استئنافا عن طريق محاميه والكرة الآن في ملعب لجنة الاستئناف والطعون بالإضافة إلى إعادة النظر بالنسبة للجنة الانضباط اللي أصدرت هذا القرار وإحنا ننتظر مستجدات وحيثيات القضية اللي الحقيقة أرجع وأقول بأنها كبرت في الوقت اللي إحنا ما ردناها تكبر وتوصل إلى المحاكم الدولية عندنا درجال هو ابن العراق وانتخابات اتحاد الكرة إذا كان هناك بعض المؤشرات عليها ممكن أن ننحلها داخل الإطار الودي بعيدا عن المحاكم الدولية بعيدا عن التقاطعات المناكفات المشاكل لأنها تؤدي بالأخير إلى أذية الرياضة العراقية والكرة العراقية وبانتظار مستجدات الموضوع اللي حقيقة أمس الكابتن عندنا درجال اتصل بالبرنامج وأكد أنه سيكون ضيفا قريبا في البرنامج لإضاحة الكثير من الأمور ونقول له مرحبا بيك وبيكون نجومنا في برنامج الشوط الثالث إلى بغداد الحبيبة وحما مباريات كأس العالم مونديال روسيا التي تعصف الآن بكل أرجاء المعمورة وبالتحديد في بغداد شركة زين للاتصالات جمعت نجوم الكرة العراقية في ملعب الخماسي ونصبت شاشة عملاقة لغرض متابعة مباريات كأس العالم في روسيا ووجهت الدعوة لعدد كبير من نجوم الكرة العراقية السابقين والحاليين الحقيقة شركة زين وزعت هدايا وجوائز لعدد من الحضور ووجهت الدعوة أيضا لعدد من الحاضرين في هذه الاحتفالية الجميلة التي ننفرد في برنامج الشوط الثالث وأيضا من الأسماء الكبيرة التي حضرت في هذا الاحتفال هو النجم الدولي السابق عباس عبيد والنجم السابق مهدي كريم بالإضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني همام طارق مهند عبد الرحيم وجمهور غفير حضر في هذه الاحتفالية التي الحقيقة هي تعد مبادرة جميلة من شركة زين لمواكبة الحدث وهذه اللقطات التي تم من خلالها توزيع الجوائز على الحاضرين والهدايا فعلا مبادرة جميلة ورائعة نتمنى الجميع أن يحذو حذو شركة زين في هذه القضية وأن الأجواء الرياضية تنتشر في عموم البلاد رغم أنه نعاني ما نعاني وكان الله في العون أمور كثيرة البلاد تعاني منها لكن هذه المباريات وهذه المبادرات ربما تخفف نوعا ما من حمى المشاكل اللي نعاني منها أكيد مباراة كيس العالم الكل تابحة حتى والعراق بنص المشاكل والهموم وكهرباء ماكو أو درجات حرارة ومشاكل وكان الله في عون لكن كيس العالم حاضر دائما في قلوب العراقين المحبين لكرة القدم أيضا من ضمن متابعاتنا واستجابة اللي ما طرح في برنامج الشوطة الثالث عبر الشرقية نيوز واللي تحدثنا عن مناشدات نادي عمال نينوى إلى الجهات صاحبة العلاقة بعادة إعمار قاعة الشهيد أمجد نوري للعاب الرياضية في نينوى وصل وفد حكومي إلى محافظة نينوى للإطلاع على حجم الدمار الذي لحقه بالمشاءات الرياضية لنادي عمال نينوى خصوصا ومحافظة نينوى عموما وبالتحديد إلى قاعة الشهيد أمجد نوري للعاب الرياضية اللي تعرضت إلى دمار شامل آبان احتلال داعش لهذه المدينة زمينا محمود الاسليفاني وعدسة الشوطة الثالث كانت حاضرة في تجوال الوفد الحكومي اللي يمثل عنده جهات من ضمنها وزارة الشباب ودائرة التربية البدنية في محافظة نينوى من أجل تقديم عمل الهيئات الإدارية لأندية المحافظات وهذه الزيارة هي أولى إلى مبنى نادي عمال نينوى وفتاة نينوى وقاعة الشهيد أمجد نوري بالرغم من تدمير القاعات والملاعب الرياضية إلا أن الوفد الحكومي أبدأ ارتياحه بعمل إدارات الناديين كذلك أشادوا بتواجد عدسة الشوطة الثالث مع تلك الزيارات هذه اللقطات التي تشاهدوها بعدسة زمينة محمود الاسليفاني وأيضا يرافقهم رئيس نادي عمال نينوى الحقيقة نتمنى فعلا أن تكون هناك خطوات فعالة لإنقاذ واقع حال الرياضة في نينوى وواقع حال المنشآت الرياضية المتعرضة إلى دمار شامل وخصوصا قاعد أمجد نوري المهدمة اللي نتمنى أن تعود شامخة كما كانت بإذن الله تعالى أيضا من ضمن المتابعات اللي نضحها أمامكم مشرف كرة صالات فريق الجوية كامل درباش فتح النار على لجنة الصالات في اتحاد الكرة بعد إزدال الستار على منافسات الدورية الممتاز بحصول نادي نفط الوسط على لقب البطولة كامل درباش أكد أن هناك الكثير من التجاوزات التي تحصل في أروقة منافسات الدوري وأكد أنه في بيان طبعا تلقى الشوط الثالث نسخة منه درباش أكد عانينا كثيرا خلال نهائيات الصالات في دور المجموعات اتخذنا من كربلاء مقرا لوفد الفريق ونخوض المباريات في بابل وفي الدور نصف النهائي لعبنا في السماء وفي قاعة لا ترتقي لخوض مرحلة النهائيات فالقاعة غير مكيفة ومغلقة والأرضية تم طلاها بصبق بنتالايت قبل انطلاق النهايات بيوم واحد وحالة اللاعبين في المباريات كان يرثى لها حيث تعرضوا إلى حالات اختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأوضح رغم ملاحظاتنا على التخبطات كانت هناك محسوبيات لبعض الفرق على حسابة أخرى لجنة الصالات لم تؤدي عملها على أكمل وجه والفوضى كانت تحكم اللجنة والمحسوبيات ضغط على بعض الأندية من خلال المحابات والمجاملات ودعا درباش لإقامة دور عام خلال الموسم المقبل وإقامة المباراة في العاصمة بغداد في قاعات نظامية ومكيفة واستغرب مشرف الجوية من دفع الأندية مبلغ سبعة ملايين دينار خلال مرحلة المجموعات ومليون وخمسمائة ألف دينار خلال التصفيات ما قبل النهاية إضافة إلى مليون دينار للأدوار النهائية لللجنة المنظمة والحكام ناهيك عن كل هذا التحكيم كان سيئا جدا وظلم فريقنا الجوية رغم ذلك نحن فخرون بفريقنا حقيقة هذا الكلام نتمنى أن يصل إلى مسامع لجنة الصالات والسيد يحيى صغير لأن هو رئيس لجنة الصالات هذا الموضوع اللي تحدثنا عنه موضوع أرجل إجابة من السيد رئيس لجنة الصالات لكن في الوقت ذاته يا أخي كامل درباش ليش إحنا عندنا قاعات نظامية نقدر نلعب عليها منتوا القوة الجوية أهل الميزانية الانفجارية سويتوا لكم قاعة رياضية حتى نقدر نتباهى بيها وحتى نقدر نقول أي والله قاعة رياضية خل نلعب عليها منذ عام 2003 وقاعة الصقور للأسف اللي تفلشت ووقعت على الأرض بيد ناس همج مع الأسف الشديد وإلى يومنا هذا لم تنهض قاعة رياضية في أروقة نادي القوة الجوية اللي أساسا حتى ملعب ما عنده فالحقيقة نتمنى نتمنى أنه أنديتنا تسعى إلى بناء قاعات رياضية خاصة بيها رغم أنه بناء القاعات يمكن مو اختصاص الأدية اختصاص وزارة الشباب اللي للأسف الشديد ما عرف ليش ما بنت ولا قاعة رياضية وظلت معتمدة على القاعات الموجودة أساسا أيام النظام البائد لأنه حتى القاعات الموجودة أيام النظام البائد الآن أعاد تنظيمها أو أعيد تنظيمها لكن مو بالصورة اللي نتمناها أو نصب إليها موضوع التكييف والإنارة والأرضية إحنا قلناها مراراً وتكراراً وجماعة شم واحد بالوزارة بوزارة شيء قال هذا دي استهدفنا يا بش دي استهدفك مثل ما دا تسعون حتى تكملون بعض الملاعب اللي بنيت في عهد وزارة الشباب السابقة وجيت وكملتوها وخلط الله عليكم كان المفروض تبنون قاعات رياضية على الأقل في بغداد فتقعتين تلف قاعات ما نستاهل أهل بغداد وبقية المحافظات العزيزة حتى ما نطلع ونقول حكراً على بغداد لكن رغم كل هذا شوف قاعة ما عندنا ودورينا دا يمشي دا يمشي مثل ما قال كامل درباش بقاعات مصبوغة ببنت لايت وما بها إنارة وما بها تكييف لكن كرة الصالة تتحقق نتائج على المستوى الآسيوي على المستوى العربي وعدنا منتخب شباب العراق تحت قيادة المدرب الشاب علي طالب صعد إلى أولوم بياد الشباب في الأرجنتين معناته أنه إحنا دا نتحدى كل هذه العراقين الموجودة ودا نحقق نتائج فأتمنى من الحكومة ومن وزارة الشباب نجاية لأن هذه الوزارة انتهت عملها وهي الآن وزارة منتهية الصلاحية فنتوسم خير إن شاء الله يا رب تشك الحكومة وتجي وزارة شباب أول ما تفكر ببناء قاعات وبناء ملعب في بغداد بغداد الحبيبة بغداد السلام اللي الحمد لله والشكر ألف رحمه على روحكم بن كيان سويتنا ملعب بالسبعة وستين مدرب السنة وستين إلى الآن هو ساتر على الرياضة في بغداد ومحافظات الشمال والغربية ما بها ولا ملعب فنتمنى نتمنى وأرجو أيضا من الأمور اللي يتحدث بها الأخ كامل درباش الرد من السيد يحيى صغير على هذه الملاحظات اللي يتحدث بها مشرف كرة الصالات في الجوية أخيرا المدرب أحمد جاسم مدرب منتخبنا الوطني بالجودو فتح النار عبر الشوط الثالث على اتحاد الجودو متهما إياه بأنه زور تواقيع لاعبي المنتخب الوطني في الإفادات الرسمية بل والأدهى من ذلك أن هناك شكوى من اللاعب البطل حسين علي بحق اتحاد الجودو الحقيقة الكابتن أحمد جاسم رح يكون ضيفنا قريبا أرسلنا هذه الوثائق اللي رح نعضها لحضراتكم وبشكل حصري مؤكدا أن من العام 2003 إلى 2016 لم نستلم مبلغ الإفاد كامل بس مصرف الجيب النثرية ومصرف النقل وفلوس الطعام أبدا ما نستلمه وأكد أحمد جاسم كل التواقيع اللي رح تشاهدوها الآن سادة المشاهدين هي مزورة باستمارات إيفاد اللجنة الأولمبية لكن مدير القانونية نعيم البدري وساهم بغلق الموضوع كل ما لجأنا إليه أكثر من خمسين سفر للاتحاد مبالغها تصادر لبعض المتنفذين في الاتحاد وهناك دعوة على اتحاد الجودو من قبل البطل اللاعب حسين علي بخصوص تزوير التواقيع وسرقة المبالغ في كل المعسكرات والبطولات الخارجية وتوجد الأوليات معنا نحاول تقديمها للقضاء نرجو التعاون من قبل كادر برنامج الشوط الثالث ولكم أفضل التحية هذه الأوراق سادة المشاهدين والوثائق اللي نعرضها لحضراتكم رح نناقشها قريباً مع الكابتن أحمد جاسم في الوقت اللي نتمنى أن نستمع رد من رئيس الاتحاد وبقية أعضاء الاتحاد على ما تفضل به سيد أحمد جاسم لأن هذه القضية لا يمكن السكوت عنها موضوع أنه تزوير تواقيع وتتنزل الفلوس بالجيب هاي عيب وإذا ثبتت والله ما رح نزكت ونتمنى أن يكون هناك تدخل قانوني وقضائي في هذه القضية تظرونا قريباً وهذه القضية رح نفتحها أذهب سادة المشاهدين إلى محور الحلقة وهي القضية اللي الكثير من الزملاء الإعلامين والصحفيين استغربوها استنكروها هي قضية تهميشهم من قبل بعض إدارات الأندية في عدم دعوتهم لغرض تغطية انتخاباتهم ولعل ما أقدمت عليه إدارتا نادي الطلبة برئيسها على كاظم والكرخ برئيسها شرار حيدر هي من أثارت ردة فعل الإعلام الرياضي والصحافة بشكل عام اللي أكدوا أن هناك أمور مريبة قد تحدث إذا غاب الإعلام عن هكذا حدث للمزيد من التفاصيل يسعدني أن أحاور ضيفي الكريم المتواجد معي من استوديوهاتنا في مغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة الزميل الإعلامي عبد الكريم ياسر ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز مرحبا بك زميلنا العزيز تحياتي لك زميل الأستاذ محمد ولكل الكادر العاملين معك ولمشاهدين قناة الشرقية الله يحفظك أستاذ كريم تفسيرك للي حصل من قبل إدارتي الطلبة والكرخ بإصرارهم على تهميش الإعلام والصحافة في موضوع مهم وعيوي هو انتخابات إدارتي الطلبة والكرخ ماذا تفسر هذا التصرف؟ بداية بلا شك هذا غير مقبول إطلاقا خصوصا وأننا نوصف بالسلطة الرابعة إضافة إلى أن هناك حديث الجميع يعلم به أي مسؤول أي نجم حينما تلتقي به وسائل الإعلام يسارع بالقول لو لا الإعلام لما وصلت إلى ما أنا عليه نعم فكل هذه الأمور تتقاطع كليا مع ما يحدث بحسب حديثك وبحسب ما سمعنا وشاهدنا أنه هناك تهميش فعلا هناك تهميش وهذا التهميش وعزي أنا لسببين السبب الأول هو للأسف أنه البعض أو يعني كثير من المحسوبين على الصحافة والإعلام جعلوا من هذه المهنة أن تنقسم إلى عدة أقسام هناك من هو صالح وهناك من هو طالح المهني وللأسف تشوف اليوم ترى المهنين اللي يعملون بمهنية ناس كلش قليلين يعني زملاء كلش قليلين قد يكون غير مرغوبي من قبل بعض المؤسسات التي تعاني من فساد مالي أو إداري لأن هذا المهني يفضحهم بحسب مهنته وبحسب ما يمتلك من أخلاق المهنة أما البعض الذين حقيقة يعملون لصالحهم قبل أن يعملوا لصالح المهنة وللصالح العام مرغوبة من قبل كثير من المؤسسات وهذا ليس بقطع رياضة حسب بل في كثير من المفاصل مفاصل الدولة ومؤسساتها هذا كله نتيجة الفوضى العارمة اللي حاصل بالبلد منذ عام 2003 وليحد هذا اليوم نعم لكن يبقى العتب على المتصدي للمسؤولية يعني أنا حقيقة تابعت هذا الموضوع ألو أستاذ محمد تسمعني؟ نعم نعم أسمعك ألو؟ نعم أستاذ محمد تسمعني؟ نعم أستاذ كريم أسمعك وإذا تسمح لي أنه أنا عندي سؤال صغير إذا تسمعني فضل أستاذ كريم يعني أستشف من خلال حديثك أنه إدارات الأندية تتعامل بمكيالين مكيال المزاجية إذا هذا الإعلامي أو الصحفي عفوا ليس إدارات بل كل المؤسسات كل المؤسسات الدولة طيب كل المؤسسات الدولة بضمنها يعني إن كنت على ديني وهواي فأنت معي طيب طيب أنا الضامن وإياك بالضبط نعم طيب اللي صار في انتخابات إدارتي الطلبة والكر إنه لا دعوا اللي على هواهم ولا دعوا اللي مو على هواهم يعني ما دعوا أي طرف ألو العفل الصوت انقطاع أستاذ كريم تسمعني عيني؟ تسمعني الآن؟ السؤالي إنه هم ما دعوا نعم نعم أسمعك تفضل تفضل لك الرد نعم نعم حقيقة أنا شخصيا تابعت موضوع نادي الكرخ لأنني إذا أريد أن أعتب على جهة على حساب جهة أخرى أعتب على نادي الكرخ قبل ما أعتب على إدارة نادي الطلبة باعتبار رئيس الهيئة لدالة نادي الكرخ هو زميل لنا في الإعلام كونه خريج إعلام لرغم من أنه هو نجم من نجوم كرة القدم دعم لكن هناك هناك بعض المبررات من شرار حيذر أنا أتصلت فيه عدة مرات بخصوص هذا الموضوع وما استشفيته وما حصلت عليه من معلومات أنه قبل الإعلان وقبل إجراء الانتخابات بشهر تحديداً هو أعلن عن موعد الانتخابات بشكل رسمي وبعدة وسائل أين؟ كان بالإعلام أو بالدوار الرسمية من قبل مثل نقابة الصحفيين أستاذ أنت تدري بالانتخابات ما الكرخ أنت إعلامي بلغك؟ المحامين بلغك؟ شخصياً أنا لم أعرف إلا بعد ما سمعت لكن شخصياً أنا لم أبلغ حقيقة إزيان أنت مو إعلامي وأنا إعلامي وزملائنا كثيرين إعلاميين عدم أنبلغ حبيبي أستاذ كريم ولهذا عتبنا على أستاذ شرار على أنه لم يبلغ فأيضاً هناك مبرر آخر على أنه كان هذا من واجب المكتب الإعلامي في النادي نعم طيب نعم فهو مثل ما يقول رمى الكرة بملعب المكتب الإعلامي وبلا شك مكتب الإعلامي أيضاً يدعون بأنهم مبلغوا لكن هناك مبرر أنا ما حضرته لكن سمعته على أساس أنه موعد الانتخابات صادفته موعد إجراء مباريات لكرة الصلاة ومباريات دوري الدرجة الأولى فغالبية الإعلاميين والصحفي المتواجدين كانوا يسلطون الأضواء على هذه الفعاليات دون أن يذهبوا إلى الانتخابات أنت مقتنع؟ كذلك بلا عليك أكيد ما مقتنع أكيد ما مقتنع لأنه حدث الانتخابات أنا أعتبره أهم من حدث إجراء مباريات أستاذ كريم لكن استشفيت من خلال الحديث استشفيت من خلال الحديث مداخلة صغيرة يعني قد يكون قد يكون إذا اسمحت لي عدد قنواتنا ما شاء الله حدث ولا حرج وزملائنا الصحفيين نوجههم التحية ما شاء الله أعدادهم بالمئات هل من المعقول أنه من ذول كلهم مبلغين وما أحد حضر يا صديقي الجميل ولا كاميرا تلفزيونية كانت موجودة بانتخابات الطلبة والكرخ ولا زميل صحفي وإعلامي كان موجود في انتخابات الطلبة والكرخ يا أخي العزيز هذا استخفاف استخفاف بالإعلام ليش بخير هم ما خيروني مناسبة يعني هذا المثل خلقوا للكيا بخير هم ما خيروني بشرهم عموا علي هذا دفاع عن منظومة عمل طيب أنا أكوفت مفارقة طيب أكوفت مفارقة أنا إذا تسمح لي أنا رح أوجه لك سؤال خصوص هذه المفارقة تفضل أنا ما أعرف بأنه من حضر ما حضر لكن اللي عرفته أنه رئيس الاتحاد الصحافة الرياضية في العراق كان حاضرا بعد انتهاء هذه الانتخابات في صباح اليوم التالي كانت له افتتاحية ومقالة ويشيد بهذه الانتخابات فهنا أنا وأنت وكل والله أنا ما استغرب الزميل خالد جاسم أيضا يعني هو ما بلغنا أصلا طيب أل من نوجه عتبنا على من نوجه عتبنا على الهيئة الإدارية لنادي الكرخ أم على من يقودنا في الصحافة الرياضية حقيقة يعني هناك خلق في الأوراق لا نعرف لا نعرف يعني أين الصح وأين الخطأ بالنتيجة أقول لك هو الجزء الثاني اللي هو لهم أنه السبب يعود إلى البعض من المحسوبين على الصحافة والإعلام لأنه قللوا من شأن الصحفي والإعلام اللي هو يعاد سلطة رابعة إيه بس استاذ كريم يعني رأيك محترم بس هذا مو مبرر يعني أنا رئيس نادي وعندي ما أخذ على ما اعتزازي ما اعتزازي حتى يعني أتماشى مع ما طرحته عندي ملاحظات على كذا زميل أنا ما مقتنع به أنا أخذ نظرة على كل الإعلامين والزملاء ما بيهم أساتذ كبار ما بيهم نجلهم التحية والاعتزاز بيهم ناس مهنيين بيهم ناس عموما عموما هو أكو بعض الأمور حصلت ويسعدني أنه أسمع رأيك هو إذا تسمح لي إذا تسمح لي أنا أنا وياكو بهذا الطرح الأخير خصوصا وإني على علم بأنه الكابتن شرار حيدر قبل إجراء انتخابته انتخاباتهم وأعتقد بيوم أو بيومين شان ضيفك هو هذا البرنامج لاحظ شولاك بما أنه ونت تدري خوة تابعت البرنامج أين يتفاجئني حقيقة أنا وكثير من زملائي والله ولا قال قال أنتم مجعوون كان يفترض على زميلنا وأخونا شرار حيدر والله إحنا بنعتب عليه برنامج مشاهد ومتابع وبرنامج يومي فإذا ما أريدنا أن نعتب عليه بهذا الجانب أنا وياك أضامني لك حقا الله يحفظك والله هو الغرض الغرض من هذا الموضوع وإثارته الحقيقة هو الدفاع عن منظومة اسمها الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية اللي أنا وأنت وكثيرين ندافع عنها لا يمكن لدورنا أن يغيب لأنه ما حد يقدر يغيب دورنا ما حد يقدر يهمشنا لا عاش ولا كان لأنه نحن شريك حقيقي ومثل ما تفضلت هم دائما يتحدثون عن ما نقدمه لكن بالمثل هم ما يتعاونون يعني عموما أردس إلك سؤال يعني رغم أني واثق من إجابته أستاذ محمد إذا تسمح لي أستاذ كريم عندي وقت ترى الله يخليك بس قبل السؤال تفضل بسرعة بس قبل السؤال تفضل يعني أنت ما تتفقوا إياه أنه البعض بالأسف انتهج منهج خالف تعرف مقابل هذا البعض من الزملاء المهنيين حقا اليوم نشوفهم ليس بذاك النشاط اللي كنا نشوفه عليهم مثل علي رياح عدنان لفته هادي عبد الله وين هم ذولة يعني والله هذه الأجوبة تعلمنا منهم حتى هم من يجيبوا فاليوم نشوفهم مو ذاك النشاط بالمقابل نشوف البعض من انتهج منهج خالف تعرف اليوم أشوفه هو المرغوب به أكثر إذن المؤسسة والزميل المحسوب على المهنة الكل مشارك بهذه الفوضى العارمة طيب يعني بعض الأمور اللي أنا الحقيقة أتمنى أستمع إجابتها من حضرتك يعني انتخابات الطلبة والكرغ شهدت الكثير الكثير من الأمور اللي سمعنا عنها واللي شفناها من خلال الصور الفوتوغرافية اللي نشرت وخلف الله على الفيسبوك اللي خلانا نشوفه الانتخابات والحاضرين جوي ناس الحقيقة مشاي فيهم ودعت إدارة الناديين على إنهما أعضاء هاي أعامة وبالتالي قبل طبعا هذا الفراق كله تتحمل وزارة الشباب واللجنة الأولمبية لأن هي رمت الكرة في ملعب النادي وقلت لروح أنت وربك يا موسى وبالتالي اللي عندي الآن تعزف براحته سؤالي أستاذ كريم هل يحق لمرشح السفر بيوم الانتخابات والترشح والفوز بمنصب مهم وهذا ما حدث مع الأخ كريم حمادي كان مسافر ودخل للانتخابات وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس نادي الكرخ هذا الموضوع شت فسرة والله أستاذ محمد أنا تابعت هذا الموضوع حقيقة لأنه أنا بحسب معرفتي أنا رجل مقانوني لكن متابع المشهد الانتخابي بكل مفاصلة هنا وهناك بحكم عملي إضافة إلى كوني سبق وأن عملت بشؤون إدارية رياضية كرئي استحاد كأمين سر الاتحاد كأمين سر نادي اللي يعرفه يعني بأنه على المرشحين أن قبل إجراء الانتخابات بدقائق يقدموا أنفسهم لمعرفة الهيئة العامة بهم هذا جانب الجانب الآخر عارض هذه المعرفة البعض من الملمين بالقوانين على أنه ممكن هذا يسمح لمن لديه عذر رسمي في سفره باعتباره بإفاد رسمي فتبقى الكرة بملعب الهيئة العامة إذا وافقوا ممكن أن يكون من ضمن داخلين الانتخابات ويصوت له فهنا ما نعرف الإجراء القانوني هل هو صحيح أم لا لكن أين هي الفقرة الصحيحة التي تقول بأنه يجب أن يكون المرشح عضوها عامة أولاً يعني يعمل قبل الانتخابات على الأقل لمدة عام إضافة إلى أنه قبل الإجراء الانتخابات على أن ينهض ويقدم نفسه فكل هذه الأمور اليوم مدى نشوفها حاصلة بمعظم الانتخابات أستاذ كريم أستاذ كريم للإضاح للإضاح يعني هاي المعلومة الآن وصلتني الزميل العزيز خالد جاسم لم يحضر بصفته نائب لنقيب الصحفيين بل حضر لأنه موظف في وزارة التربية ومفرغ لنادي الكرخ الآن شنو ردك يعني هو تحياتي بداية تحياتي للأخ أبو علي الأستاذ خالد يعني هو بكل الصفات اللي يحضرها أكيد إن الشربي أولاً أخ عزيز ورئيس إستحاد الصحافة الرياضية العراقية لكن أنا عرجت على موضوع إشيادة بالانتخابات في الافتتاحية يا خذام وظف الشوم ما يشيد حبيبي أنت أستاذ كريم أرجو في الوقت المتبقي من البرنامج أن نوصل صوتنا كإعلاميين إيه أخويا إذا موظف بدائرة أو طلع من عدها شي تريد يكتب عليهم باشي يطلعون من الوظيفة يا حبيبي ما إحنا للأسف الشديد إذا ردنا نعالج إذا تتحدث في هذا الموضوع إيه 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 أجيب ليلة وخذ عتابة مع الأسف مع الأسف أستاذ أنا أريد الآن أستشف من إجابة خلال أربع دقائق مخصصة لحضرتك وما رح أقاطعك الآن الانتخابات رح تستمر وإذا تكرر المشهد يعني كيف سنتصرف نحن الإعلام والزملاء الصحافة الرياضية إذا لا قدر الله كررت بعض إدارات الأندية ما فعلته إدارتي الطلبة والكرخة فضل يعني مو إحنا وإنما الناس المسؤولة علينا مثل نقابة الصحفين أو اتحاد الصحافة الرياضية يجب أن يكون لهم موقف مساند للصحفي والإعلامي أزاء هكذا تصرفات وهكذا تهميش لأن الصحفي إلى مرجع وإلى يعني مثل ما يقول يعني تبعية فأني تبعيتي ومرجعي اللي هي نقابة الصحفين العراقيين إضافة إلى اتحاد الصحافة الرياضية العراقية أنا أسأل أنا مهما أحدش أنا إذا ما يساندونه الأخ خالد جاسم رئيس اتحاد الصحافة والزملاء اللي عاملين بحيئة اتحاد الصحافة وكذلك الأخ مويد اللام نقابة الصحافين وزملاء العاملين بمجلس النقابة إذا ما يساندونه باعتبار إحنا أصحاب حق ولا يجوز تهميشنا أعتقد هذه الحالة تستمر إلى ما لا نهاية باعتبار العراق برمته يعيش في فوضى عارمة ونحن أسوة بالذين همشوا كثير من العراقيين اليوم مهمشين يعني على جميع المستويات وعلى جميع الأصعب فليس ببعيد أن الصحفي أو الإعلام يهمش لكن نأمل نأمل من إخواننا وزملائنا وأساتذتنا المتصدين للمسؤولية أن يكونوا يعني خير مساند لنا كوننا على حق ولا نقبل أن نهمش لأننا لا نمثل أنفسنا إضافة إلى أن عملنا يصب بمصلحة العراق ومصلحة كل مؤسساتنا العراقية سواء كانت رياضية أو غير رياضية طيب هذا جانب والجانب الآخر أنه إحنا سلطة سلطة رابعة على الوزير على الوزير مو رئيس نادي مع جل الاحترام إلى رؤساء لعندية ورؤساء الاتحادات على الوزير اللي هو يمثل حكومة على أن يحترم الصحفي والإعلامي لأنه في كل بلدان العالم الصحافة والإعلام ممكن أن تسقط حكومات ممكن أن نسوي حكومات هذا ما معمول به بكل دول العالم وإحنا مريد نكون أقوى من غيرنا لأنه إحنا ولد الوطن ريد نعمل للوطن أما إذا كان هناك من يحسب علينا بأنه هو خالف تعرف فعلى الوزارة أو على الاتحاد أو على النادي أو على أي جهة أو أي مؤسسة ممكن فضح هذا الشخص يعني على سبيل المثال أنا هسأتحدى كل مؤسسات الدولة وأعوذ بالله من كلمة أنا هتحدىهم خلي يجيني واحد يقول أنا في يوم ما في مناسبة ما انطيت لأستاذ عبد الكريم ياسر مبلغ أو هدية حتى يسوي لي لقاء أو حتى يكتب عني في حين إذا أكوه شي نماذج ممكن فضحهم يا أخي رأيك محترم أستاذ كريم ياسر أنا أشكرك جزيلا الشكر على إضاحك لبعض الأمور اللي أثرناها دفاعاً عن مهنتنا والسلطة الرابعة لكننا نرجع ونقول نوجه التحية إلى الكابتن العزيز شرر حيدر وإلى الكابتن على كابتن يعني أنت نجوم الكرة العراقية وأعتقد موضوع الانتخابات عندما تجروغ في مقر النادي يعني أتساءل ليش تغيبون دور الإعلام يعني شنو المشكلة يعني معناها أكون مثل يقول رحم الله إن جبل غيبة عن نفسه يا أخي دزعوا على الكاميرات وشوفوا الأمور طبيعية وأني ما شفت يعني حقيقتها من خلال الصور الفوتوغرافية لأنه ماكوا أفلام توثق مثل المباريات الكرة اللي يصير بها مخالفات ونقول يا أبا ما شفناها ما نقلت ما تصورت شون أنا ينذرعكم على الحكم وبالتالي هذا اللي داي يصير ما اعتزازنا بكل الشخص اللي يرشحوا سواء كانت في إدارة الطلبة رغم أنه جلهم هم نفسهم ماكوا تغيير لأن إحنا موضوع التغيير رح توصلونا إلى مرحلة كل من يقول أكو تغيير قادم نقول لي أقعد وسكت ماكو تغيير إذا بقت هاي القوانين لأنه ما رح تتغير ولا إدارة بدليل ما اعتزازنا ما اعتزازنا والأمثلة تضرب ولا تقاس نفس إدارات الكرخ الطلبة الكهرباء هم هم ولا رح يتغيرون ولا يجيهم يتغير لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وشاهدين ألاحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم وأوجه شكري واعتزازي إلى ضيفي الكريم الأستاذ عبد الكريم ياسر حق الرد مقفول للجميع عبر منبر الشوط الثالث اللي أنقلكم بتحيات جميع زملاء العامل اللي في ستوديو البث في الكنترول ومن مخرج البرنامج زميلي علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذن الله يوم غد وحلقة جديدة من الحلقات الشوط الثالث طبتم في رعاية الله وحفظه إلى يوم غد أول لكم فيما الله